السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد إذن فيديو اليوم سأشارك معكم نموذج خاص بالمراقبة المستمرة رقم 2 إذن الأسدس الأول دائما دروس الفرض الثاني فهي تشمل الوحدة الثانية إذن مدة الإنجاز 30 دقيقة بطبيعة الحال إذن حسب كل أستاذ أو حسب كل مدرس أو مدرسة يتم تحديد المدة الزمنية حسب عدد الأسئلة والوقت الزمني الكافي لإنجاز هذه الأسئلة إذن سأشارك معكم نماذج أخرى إذن هذا النموذج الأول فقط إذن النموذج الأول الخاص بالنشاط العلمي للسنة السادسة نبدأ بالسؤال الأول أصل بخط إذن لدينا الدرس خاص بالجهاز العصبي مسؤول عن حدوث الحركات الإرادية إذن المسؤول أو المركز العصبي المسؤول عن حدوث الحركات الإرادية إذن المخ إذن سنصل بخط إذن الحركات الإرادية المسؤول عنها المخ مسؤول عن حدوث الحركات الإنعكاسية إذن النخاع الشوكي هو المسؤول عن الحركات الإنعكاسية أو التحركية لا إرادية أو الحركات لا إرادية رد فعل لا إرادية سريع نتيجة إهاجة أحد أعضاء الحس إذن هنا نتحدث عن حركات الإنعكاسية إذن حركات الإنعكاسية هي التي تتم بشكل لا إرادية وسرعة إذن نتيجة إهاجة أحد أعضاء الحس مثلا نوخز بإبرة أو تعرض للحرارة إذن إلى آخر فهذه الحركات هي حركات انعكاسية وكما قلنا للمركز العصبي المسؤول عنها هو النخاع الشوكي إذن نصل بخط نمر الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني أجيب بصحيح أو خطأ مكان النقاط إذن لدينا اقتراحات سنحدد الصحيح منها أو الخاطئ إذن للحفاظ على سلامة الجهاز العصبي يجب تجنب العوامل المضرة كالنوم الكافي إذن بطبع الحال خطأ لأن أصلا نحتاج النوم الكافي لنحافظه على الجهاز العصبي إذن هنا هذا الاقتراح خاطئ إذن نكتبه خطأ إسفرار البشرة من علامات الأنيميا إذن نقص في المكون الحديد وبعض الفيتامينات إذن هنا كنهضره إلى يعني العلامات علامات الإصابة بهذا المرض إذن سفرار البشرة صحيح إذن سفرار البشرة التعب المستمر إلى آخره السمنة مرض ناتج عن سوء التغذية صحيح سوء التغذية إذن كنقصده بها تناول أغذية غير صحية إلى آخره يتكون الجهاز العصبي من المخ والنخاع الشوكي والأعصاب إذن الجهاز العصبي يتكون من الدماغ ماشي المخ إذن الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب لأن إذا قلنا غير المخ ببحده راحنا حدفنا المخيخ السورفولي وحدفنا حتى البصلة السيسائية لأن الدماغ يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية إذن في الجهاز العصبي يتكون من الدماغ والنخاع الشوكي والأعصاب إذن ماشي المخ ببحده إذن هنا حدفنا المخيخ وحدفنا البصلة السيسائية هنا نكتب خطأ ونرد البال سنمر الآن للسؤال الموالي إذن لدينا واثقة أو رسم للدماغ سنحد الأسماء كل مكون رقم واحد يشير إذن إلى المخ إذن رقم واحد إذن المخ إذن هنا نكتب المخ المخ رقم اثنان إذن هذه المنطقة هذه إذن عدنا المخيخ المخيخ رقم ثلاثة يشير إلى البصلة السيسائية البصلة السيسائية ذاك شي أعجبت لكم سنرد البال لأن الجهاز العصبي هنا تتكون من الدماغ الدماغ المكونات دوله هما يدو المخ والمخيخ والبصلة السيسائية بالنسبة اللي عنوان إذن غادي نقوله رسم تخطيطي رسم تخطيطي لمكونات الدماغ الدماغ شيما المخدرات والتدخين المخدرات والتدخين إذن هادو المدخينين والمدمنين المخدرات بطبيعة الحال فهذه السلوكات هذه كتضر بالجهاز العصبي النوم غيره الكافي من الدماغ ما تنسج مزيان فأكيد الجهاز العصبي سيتضرر وكذلك لدينا الإفراط في استعمال الشاشات الإلكترونية الهاتف الحواسيب إلى آخر جيد الآن سنمر للسؤال الموالي لدينا ثلاثة ديال السلوكات تضر بصحة الجهاز العصبي الآن سنقطر حوح ثلاثة ديال السلوكات التي تحافظ على صحة الجهاز العصبي وتعزز صحة الجهاز العصبي إذن سنضر النوم الكافي النوم الكافي طبيعة الحال فهو مهم جدا لدينا نقدر نضر حتى الرياضة لأن الشخص الذي يمارس الرياضة بانتظام إذن فهو يبتعد بشكل تلقائي عن الإدمان والمخدرات تدخين إلى آخره فالرياضة تزيد تعزز الصحة ديال الجهاز العصبي وعاد عندنا التغذية المتوازنة إذن التغذية المتوازنة إذن التغذية عندها دور جدا مهم أو جد مهم في صحة الجهاز العصبي إذن التغذية المتوازنة ثم التقليل نقدر نزيد التقليل من التعرض للشاشات الإلكترونية نقدر نزيد السلوك لأنه إذا درنا التقليل ديال تعرض للشاشات الإلكترونية واستعمل لهم الواحد المدة زمنية معينة فنحن نحمي الجهاز العصبي ديالنا سنقدر السؤال السادس سنقترح ثلاثة الإجراءات تمكن من الحفاظ على الطعام ومنعه من التلف إذن لدينا التجميد كلنا نعرف بأن التجميد وضع المواد الغذائية في تلاجة أو في المجميد فهي تحفظ الطعام لمدة من الوقت إذن التجميد المجميد والتبريد يعني في جهاز خاص بالتبريد يعني التلاجة والمجميد يعني كونجيلاتور عدنا التعليب إذن ندروها في علب هذيك الماكلة ندروها في علب مثلا السردين يعني بعض الأنواع الأسماك إذن توضع في علب إذن التعليب صبير عندنا كذلك تخليل بحال الزيتون يعني ندرو لعمل التخليل فهذه الإجراءة كلهم كيسهموا أننا يعني نحافظوا على الطعام ونمنعوا يعني تعرضوا التلف إذن هذو هما الأجوبة الخاصة بهذا النموذج الكتاب أكيد كما قلت لكم في الأول الحصة هذا نموذج أول فقط إذن بقي عندنا بزف ديال النموذج كلها تغطي المراقبة المستمرة رقم إثنان دائما المستوى السادس ابتدائي كنوا في الموعد إلى اللقاء